تحركات دولية مكثفة لإنقاذ مشاورات سكهولم ففي موازات الجولة المرتقبة لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لبحث جهود الحل السياسي في اليمن تنشط بريطانيا التي تدرك خطورة ترك الأمور في اليمن بدون تدخل مباشر وفق مصادر دبلوماسية بريطانية فإن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت سيبحث مع الحكومة والحوثي والرياضي وأبوظبي سبل التنفيذ الفوري لاتفاق سكهولم وقد وصف السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون تحركات وزير خارجية بلاده بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ مشاورات السويدة التي تعدها لندن ضرورية لإحداث تقدم نحو عمليات السلام في اليمن الفرصة الأخيرة وفق الروية البريطانية رغم أنها تحمل من اسمها اعترافا ضمنيا بفشل تحركات المبعوث الاممي وبعثة المراقبة الدولية إلا أنها وفق تصريحات السفير البريطاني تستند على مؤتمر المانحين الذي عقد بجينيف لدعم الوضع الإنساني في اليمن وهو المؤتمر الذي تتفائل لندن بموجب نتائجه بإحراز تسريع في عادة الانتشار وتبادل الأسرة تحركات الفرصة الأخيرة للندن تزامنت مع مغادرة المبعوث الاممي مارتن غريفي صنعاء بعد زيارة التقى فيها قيادات في ميليشيا الحوثي لمناقشة التعقيدات المرتبطة باتفاق الحديدة وهي التعقيدات التي ترفض الأمم المتحدة رسميا تحميل الحوثي مسؤولية صناعتها ومع ذلك فإن الوقائع على الأرض تشير إلى أن المجتمع الدولي يبدو حريصا على حماية فشل الأمم المتحدة أكثر من كونه يرغب بتحقيق تقدم لصالح السلام في اليمن